لم يكن العرب أهل علم بالحساب ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج وبه تحسب الأعياد وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام والكفارات كشهرين متتابعين وكحول زكاة المال كلها بالأشهر القمرية قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قال ابن تيمية فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين وأما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الإسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الأمم الأخرى فكانوا يؤرغون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم بأشهره القمرية المعهودة لدى العرب على أن تكون بداية التاريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لأن الهجرة بداية عز الإسلام وقوته فكان اختيارا مسددا فعن سهل بن سعد قال ما عد من مبعث النبي ولا من وفاته ما عد إلا من مقدمه المدينة واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعده وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية فالعمل بالتقويم الهجري تمسكم بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية